في المملكة التي لا تغيب عنها الشمس بريطانيا في هاي الفترة في الاستعمار الوسط الجميل نشأت مجموعة من الأفكار اللي بتميز ضد النساء بسبب عضو واحد مكركب كل الدنيا ألا وهو الرحم أي نشاط مثل الرياضة بيأثر على هذا العضو وبصرف من طاقة الأنثى وبيأثر على الجنين بلا منه أو بالأحرى يجب محاربته إيمان خليف اللاعبات الفرنسيات دخلنا الأولمبياد وطلعنا منه وكانت العنوين تتمحور حول هاي الشخصيات منعهم اللبس الحجاب تشكيك فيهم فيسيولوجيا التشكيك في كونها أنثى وإلى آخره الحلقة مش عن الأولمبياد الحلقة عن كيف تم التمييز ضد النساء في الرياضة إن خلقت تطبخ وتنفخ وتربي وتعمل وتسوي كمان بدها تروح تشارك في الرياضة وتصير تطمت يا مسائل علم والمفهومية أهلاً وسهلاً في الحلقة الثانية من معلوم وبعنوان الرياضة للرجال فقط في هذه الحلقة رح نناقش كيف بزنس الرياضة صعب على الإناث إنهم يشاركوا في أنواع مختلفة من الرياضات خلينا نسأل سؤال بديهي هل الفروق الجسمانية بين الرجال وبين النساء بتأثر على لعبهم للرياضة؟ الاختلافات يا أصدقاء يا أساسها الهرمونات اللي ساعدت في تكويننا ومن إحنا أجنة لصرنا هياكل عظمية وثم بلشنا نشارك في الرياضات الرجال عندهم هيكل عظمي أكبر وأثقل النساء عندهم أحواض أوسع وأكثر استدارة لكن هذا الفرق بيخلي نساء عرضة للإصابة في بعض الرياضات أكثر من الرجال طيب نسأل كمان سؤال مهم ليه النساء تصاب بهذه الإصابات أكثر من الرجال؟ الدراسات تقول إنه لازم نصمم برامج تدريبية تلعيم أجسام النساء كيف يعني؟ يعني الباحثين بيركزوا على أجسام رياضيين الذكور وما بيركزوا على أجسام الرياضيات الإناث؟ لماذا؟ لأنه عبر العصور كانت النساء تستثنى وتمنى وتستبعد من المشاركة في الرياضات يعني لما ما أخذ الفروقات الجسمانية بعين الاعتبار في الدراسات وفي البحوث وفي التدريب رح يكون عندي نتيجة بديهية جدا الرجال رح يتفوقوا على الإناث في الكثير من السباقات والرياضات من بينها الجري ومن بينها الوثب طيب هذا بالنسبة للأدوات خلينا نحكي شوي عن المساحات في كثير من الأمور ما بتم أخذها بعين الاعتبار مثل غرف تغيير الملابس للإناث مثل المرافق الداعمة للأمهات هذا بكل بساطة بخلي الإناث أقل مشاركة وبنفرهم وأكيد ما رح ننسى ظروف العمل الفروق بالأجور تركيز التقطي الإعلامية على أجساد النساء ومظهرهم بدل من ركز على مهاراتهم وطريقة لعبهم كل هذا والنظر الإعلامية للسيدات لازلت غير موضوعية خلينا ناخد مثال لعبات كرة اليد الشاطئية النرويجية تغرموا 1300 جنيس ترليني ليه؟ لأنهم قرروا يلبسوا شورتس بدل البكين والله العظيم في نهاية الحلقة الفروق الجسمانية بين الذكور وبين الإناث بتأثر على الرياضة ولكن التحديات الموجودة في هاي الرياضات ممكن تكون موجهة ومتحكم فيها إذا بتكم تعرفوا أكثر عن الفروقات في الرياضة فيكم تسمعوا الحلقة الثانية من بودكاست معلوم الرياضة للرجال فقط رابطها موجود في وصف الحلقة وفيكم تسمعوها على أي منصة من منصة بودكاست صوت